شاهدنا أين لاحظوا الأمور التي وعد الله عز وجل عليها الأجر والثواب العظيم واحد منها أن يصيبنا ضمأ الثاني أن يصيبنا نصب تعب إرهاق الثالث أن تصيبنا مخمصة جوع بعد أن نكون من المنفقين في سبيل الله عز وجل بعد أن نكون ممن قطع الوديان في سبيل الله عز وجل وهذا الأمر المهم الذي هو محط بحثنا وَلَا يَطَأُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُوا الْكُفَّارِ يقول الله عز وجل يقول كلما وطأتم موطئا بسبب هذه الحركة هذا الوطء تمام أو هذا الوطية هذه الحركة أغفتم بها الكفار كتب لكم به عمل صالح إذن الإغاظة من حيث المبدأ نحن نتحدث انتبهوا من حيث المبدأ أمر حسن الإغاظة أمر ليس بقبيح في كل الموارد أن تغيظ مؤمنا هو أمر قبيح أما أن تغيظ كافرا أو منافقا أو عدوا لله عز وجل أو طاغية فهذا أمر حسن تؤجر عليه طيب سؤال لماذا يا ترى كانوا يغتاضون أولئك الذين كان المسلمون يطاؤون مواطئهم وما المراد أصلا بذلك المراد أن هؤلاء المجاهدين المسلمين في ذلك الزمان كانوا يذهبون إلى العدو يطاؤون أرضه صحيح هو مجرد وطء الأرض معناه ماذا معناه أنك دخلت وبدأت تتصرف في محيطه الأمني لأنه هذه أرضه هذا محيطه الأمني لما يشوف هؤلاء دخلوا هو مجرد دخولهم ويعني دخولهم في الأرض اجتيازهم خلي نقول للحدود تمام هو هذا الأمر يغيظهم هذا قبل نشوف المعركة قبل كل شيء ترى قبل أن ينالوا من عدو النيلة لأنه هذا معنى أن ينالوا من عدو النيلة أنه ماذا أنه جرحوه أو قتلوه أو أسروا هذا النيل بس قبل ذلك انتبهوا نقطة دقيقة ما يركز عليها كثيرا في التفسير هنا الله تعالى يقول وَلَا يَطَأُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُوا الْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَيْلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ إذن هناك أمران هناك النيل المتمثل مثلا بقتل العدو بالحرب نعم وما تخلفه وهناك ما يسبق ذلك من أمور إحداها ما هو الإغاظة هي مجرد الإغاظة هذه أيضا يكتب للإنسان بسببها عمل صالح يؤجر على ذلك طيب لماذا كانوا يغتاضون إذن قبل نشوب المعركة لأنك اجتزت الحدود بدأت تدخل في محيطهم الأمني هذا هو المحيط الأمني الذي لا بد لكل طائفة لكل شعب لكل ملة أن يحافظوا عليه فإذا هددته اجتزت الحدود هذه فحينئذ أنت تغيظ وهذا ما حصل أيها الإخوة بطرح هذا الفيلم ما الذي حصل وقع اجتياز للحدود ودخول في المحيط الأمني العقدي للفرقة البكرية انتبهوا جيدا لأنه هذا هو المحيط الأمني له إن مسألة سقوط احترام أبي بكر وعمر لدى الطائفة البكرية مسألة مسألة تهدد الأمن العقدي لهذه الطائفة لأن هذه الطائفة تتقوم في جملة ما تتقوم به أو عليه هو أمر احترام هاتين الشخصيتين باعتبارهما شخصيتين مقدستين هذا نستطيع أن نعتبره أصلا قوام المذهب البكري في الحقيقة هذا المذهب الحكومي الأرضي المصطنع فالمساس بهاتين الشخصيتين وإسقاط احترامهما مسألة تهدد هذا الأمن العقدي هذا الأمن الديني إذ وطأت ذلك بديت الدوس على هذا الطرف إنجاز التعبير تجتاز الحدود فإنك حينئذ لابد أن تتحمل توليد هذه الإغاظة مع أن الغيظ الذي حصل حتى هذه الساعة كما ترون يعتبر غيظا محدودا في الحقيقة دعائيا أم صحيح أيضا صحيح لأنه هؤلاء تعرف دعاة الملة البكرية خصوصا في هذا الزمان يحبون جذب الأضواء إلى أنفسهم يريدون هكذا يلفتوا النظر إلى أنفسهم بالفعل الدعائيات مسيطرة عليهم والآن بعد دخلت وسائل التواصل يوتيوب وتيك توك ومدريم هذا الشغل فيسبوك وإنستجرام ومدري شنو صار كل واحد منهم يريد يصير نجم في هذا يعني أنه الناس كلها تلتفت فيروح حصن أحيانا يمثل تلاحظة يتعمد التمثيل كأنه ثائر يعني ثائر أمه وأمه صحاباه وهو صحاباه وهو عرفته هذا الكلام لفت أنظار يعني وتصنع جيد أمام يعني وسائل التواصل الاجتماعي وسائل الإعلام الكاميرات الأضواء كذا يحاول يسوي حركات يعني من هذا القبيل حتى يلفت الأنظار لنفسه فصحيح يعني إلى حد ما أوافقكم من أنه كثير من هذا الغيظ هو غيظ مصطنع أو لا أقل فلنقل إنه مضخم عن الغيظ الحقيقي المتولد في النفس يعني هناك نسبة من الغيظ ولكنها نسبة محدودة تضخم أمام الكاميرا يعني يسوي نفسه بطل هذا الذي لعلكم رأيتموه في الأسبوع الماضي أحد يعني دعاتهم البكرية الذين تم استذكار هيجانه وعنفوانه قبل 12 سنة فلما ذهب وتظاهر عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ذهب وتظاهر وبدأ يزبد ويرعد وكذا هذا بعد ذلك أرسلت إليه رسالة واحدة تهديدية من قبل وكيلنا القانوني آنذاك وورنينك كتب عليها فصمت صمت القبور وأصلا برئة منه المحل الذي كان يصلي فيه جماعة مسجد أو شيء أو مركز معين فكتبوا رسالة قالوا هذا لا علاقة لنا به هذا لا نعرفه ولا يعرفنا هذا مجرد ذاك اليوم إجهنا نصلى وأقال الخوض وأسمان عرفت رحنا بعد خلص باعوا بسرعة وبالفعل من ذلك الوقت كان وكانت القضية خلص يعني شلون هاي المرة اللي دايما يستشهدون بهواء معتصماء ماكو هذا هالشكل سوى وقال أنا ما أدري عهد علي وكذا ولن أنسى هذه ما حيت تو